اشتركوا في القناة فقال لهم الملاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب خوف رحبة مفاجأة أكيد كانت ليلة مختلفة لهذول الرعاد وأني متأكد أنه هالليلة منعالد لا على هذول الرعاد ولا على رعاد غيرهم اتصوروا إياي أنت سهران ككل الليالي اللي مضت وفي لحظة يظهرون ملائكة ويبشروك بالميلاد المخلص السؤال اللي كان عند الرعاة ليش إلنا؟ يمكن هذا السؤال اللي ليدور بفكرك ليش للرعاة؟ ليش مكانت الرسالة للرجال الدين اليهودي؟ ليش بميلاد الملك لم يخبر به في القصور؟ وأسئلة ثانية الجواب باختصار أن الله كان متكلم لهم لرجال الدين من خلال الكلمة المكتوبة من خلال النبوآت من خلال العهد القديم عن المسيح لكن رجال الدين غضوا النظر فيها أو ترجموها بطريقة مختلفة أو كان عندهم توقعات ثانية الله واضح من خلال كلامه لكن الكلمة ما تنقرأ ليش للرعاة؟ بسبب كانوا أشخاص ساهرين على عملهم وأمينين عكس الكتلة الدينية اللي كانت بعيدة عن دورها الحقيقي الرب يعلن رسالته للجادين الأمينين والصادقين الخلاص معلن للمجموعة بسيطة وليس فقط لمقامات معينة خلاص الله متاح للجميع للغني والفقير للأسود والأشقر للرجل والأمرأة للرعاة وللملوك الرعاة كانوا يرعون نوعية غنم خاصة مفرزة للذبائح الدينية ممكن تكون ذبائح مختلفة لكن الرسالة كانت للرعاة أن الرعاة اللي أنتو بترعوها انتهى دورها ما لها أي حاجة بعد ما محتاجين لذبائح الذبيحة الكاملة المخلص قد ولد السؤال هو إلك هل أنت سهران وأمين على كلمة الله هل أنت عندك خلاص بدم المسيح هل تعلن هذا الخلاص لأحبائك للناس اللي قريبين عليك لللي بتحبهم وانت مهتم بهم أنت اليوم ما محتاج لذبائح الذبيحة الكاملة هو المسيح يسوع إذا نكمل القراءة راح نشوف أن الرعاة رجعوا يمجدون الله ويسبحونه على كل اللي شافوه وسمعوه وهاليوم بعلن إلك نفس الرسالة اللي كانت واصلة للرعاة المخلص قد ولد تعال هاليوم واحتفل ويايا بميلاد المسيح بذكرة ميلاد المسيح واقبلها مخلص على حياتك والربي باركك اشتركوا في القناة